السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع اليوم هو اتصال رسوم البيانية Graphs Connectivity تم نشر هذا الفيديو باللغة الإنجليزية وبناء على طلب بعض الإخوة المشاهدين سأقوم بنشره باللغة العربية مع التطوير في الأسلوب مقارنة بالفيديوهات المشهورة سابقاً في اللغة العربية حيث أن النصوص في الشرائح ستكون متاحة كذلك باللغة العربية وهذا أيضاً بناء على اقتراح من أحد الإخوة المشاهدين قبل البدء بالموضوع الرئيس وهو اتصال الرسوم البيانية لا بد من التذكير ببعض المصطلحات التي تستخدم عند التعامل مع الرسوم البيانية وضرورة معرفة الفرق بينها من أهم هذه المصطلحات السير المشي ووك الممر تريل المسار باث الدائرة سيركت دورة سايكل وكذلك اللوب الحلقة في البداية الحلقة هي وجود حافة ذاتية من رأس أو القمة إلى نفسها كما هو مبين الآن عند A أو مثلاً عند C إلى آخره في هذه الشريحة بعض الاختصارات U القمة المصدر D القمة الهدف R B repeated vertices أو قمم أو رؤوس متكررة R E repeated edges حواف متكررة بالأخضر بالأخضر صح يسمح بذلك بالأحمر يمنع ذلك السير أو المشي عبارة عن سلسلة من رؤوس وحواف الرسم البياني وقد يكون السير أو المشي مفتوح أو مغلق يمكن تكرار أي رؤوس أو قمم ويمكن تكرار أي حواف فمثلا ممكن السير من A إلى B من ثم من B إلى F من F إلى K من K إلى G من G إلى F من F إلى B لاحظنا ما تكرار القمة F وكذلك تكرار الحافة BF وهذا مسموح في السير من B إلى D من D إلى C إلى آخره وإذا كمن السير أو المشي من C إلى A فإن السير سيكون مغلق Closed walk التالي الممر Trail الممر هو السير مفتوح أو نساء لا تتكرر فيه أي حافة وهذا الفرق بينه وبين المشي Open walk in which no edge is repeated أي يمنع تكرار الحواف في السير ولكن يسمح بتكرار القمم أو الرؤوس كمثال على الممر من A إلى B من B إلى F من F إلى J من J إلى B من B إلى D إلى آخره من D إلى C لاحظ لم نكن بتكرار أي حافة إلا أننا نكررنا القمم B التالي المسار المسار هو ممر لا تتكرر فيه الرؤوس ولا الحواف في المسار يمنع تكرار القمم أو الرؤوس ويمنع تكرار الحواف مثلا من A إلى B من B إلى D من D إلى J من J إلى K هو مسار من A إلى K لم تتكرر في هذا المسار أي من القمم أو أي من الحواف في الدائرة نقوم بإجتياز الرسم البياني بحيث لا تتكرر الحافة ولكن يمكن تكرار القمة ويمنع تكون قمة النهاية نفس قمة البداية U تساوي B أي أن الدائرة هي عبارة عن ممر مغلق القمة النهاية هي نفس القمة البداية مثلا من A إلى B من B إلى F من F إلى J من J إلى B من B إلى C من C إلى A هذا مثال على الدائرة لم نكرر أي من الحواف وكررنا القمة B وهذا مسموح قمة البداية هي نفس قمة النهاية هذا مثال على الدائرة تالي الدورة هي مسار مغلق نقوم بإجتياز الرسم البياني بحيث لا تتكرر القمة أو الرأس ولا تتكرر الحافة ولكن يجب أن تكون قمة النهاية نفس قمة البداية كذلك في الدورة يمنع تكرار القمم ويمنع تكرار الحواف وقمة النهاية نفس قمة البداية مثلا A, B, B, F, F, J, J, D, D, C, C, A هذا مثال على الدورة هذا هو مسار مغلق وقمة النهاية هي نفس قمة البداية مرة أخرى الحلقة لوب هي وجود حافة من القمة أو الرأس إلى نفسها عودة إلى الموضوع الرئيسي اتصار رسم البياني يعد الرسم البياني غراف متصل إذا كان هناك مسار بين كل زوج من الرؤوس أي من أي رأس أو قمة يمكن الوصول إلى أي رأس أو قمة أخرى في الرسم البياني من كل رأس إلى أي رأس آخر يجب أن يكون هناك مسار لإجتيازه الرسم البياني G1 متصل حيث على سبيل المثال من القمة A يوجد مسار واحد على الأقل إلى أي من القمة الأخرى يمكن الوصول إلى B إلى F إلى J إلى K مثلا إلى K يوجد أكثر من مسار A B B F F K أو B J J K أو A C C D D J G K إلى آخره من B يمكن الوصول كذلك إلى أي قمة أخرى من F كذلك وهكذا يعد الرسم الباني بالرؤوس والحواف المتعددة غير المتصلة منفصل أو غير متصل Disconnected على سبيل المثال الرسم الباني G2 منفصل أو غير متصل Disconnected حيث مثلا لا يمكن الوصول من أي من القمم A B C إلى أي من القمم أو الرؤوس E D و F نظرية يوجد مسار بسيط بين كل زوج من الرؤوس المميزة لرسم باني متصل غير موجه وهذا واضح متعرف اتصار الرسم الباني عسى بالمثال هذا الرسم الباني متصل غير موجه وبالتالي يوجد مسار بسيط بين أي قمة أو رأس إلى أي قمة أخرى المسار في الرسم الباني الموجهة Directed Graphs هو نفسه الموجود في الرسم الباني غير موجهة باستثناء أن المسار يجب أن يتبع اتجاه الأسهم التالي قطع الحافة أو الجسر cut edge or bridge تسمى الحافة E في الرسم الباني المتصل G حافة القطع إذا نتج عن إزالة الحافة E من رسم الباني G رسم باني غير متصل G ناقص E تعني إزالة الحافة E من رسم الباني G إذن إذا نتج عن إزالة حافة في رسم باني رسمين أو أكثر فإن تلك الحافة تسمى حافة القطع مثال في هذا الرسم الباني حافة القطع هي الحافة DJ لاحظ بإزالة الحافة DJ من رسم الباني يصبح الرسم الباني غير متصل هكذا أي أننا حصلنا على رسمين وبالتالي أصبح رسم الباني الأصلي غير متصل disconnected إذن قطع الحافة هو حافة واحدة فقط بعد إزالتها يصبح الرسم الباني منفصل أو غير متصل تكون الحافة في الرسم الباني المتصل G حافة قطع فقط إذا لم تكن الحافة جزءا من أي دورة في G لاحظ مثلا في هذا الرسم الباني أي من الحواف B E أو E J أو J D أو B D إلى آخره جزء من دورة Cycle وبالتالي إزالة أي من هذه الحواف لا يفصل الرسم الباني مثلا إزالة الحافة B D لا تفصل رسم الباني حيث يتبقى لدينا مسار من أي قمة إلى أي قمة أخرى وكذلك الحال مثلا عند إزالة الحافة D J فإن الرسم الباني يبقى متصل كما هو مبين في هذا الشكل حيث يمكن الوصول من أي قمة إلى أي قمة أخرى بمسار معين لاحظ في هذا المثال الحافة E F هي حافة القطع بإزالة E F أصبح الرسم الباني غير متصل أقصى عدد ممكن من حواف القطع هو النقص واحد التالي قطع العقدة أو الرأس سأحاول قدر إمكان استخدام قطع العقدة بدل قطع الرأس في الرسم الباني المتصل G تسمى العقدة تسمى العقدة عقدة قطع إذا كان حافة العقدة من رسم الباني المتصل G ينتج عنه رسم باني غير متصل تؤدي إزالة العقدة المقطوعة من رسم الباني إلى تقسيم الرسم الباني إلى رسمين أو أكثر مثال في هذا الرسم الباني تمثل العقد D وJ عقد قطع أو رؤوس قطع بإزالة العقدة D يصبح رسم الباني غير متصل كما هو مبين في هذا الشكل وكذلك الحال بإزالة العقدة J يصبح رسم الباني غير متصل كما هو مبين في هذا الشكل نحصل على رسم باني منفصل قد يحتوي الرسم الباني المتصل G على أقصى حد إن ناقص 2 من عقد القط إذن قطع العقدة هو عقدي واحدة تؤدي إزالتها إلى فصل الرسم الباني مثال جد قطعات الحواف والعقد أو الروس في الرسم الباني التالي بالنسبة لقطع العقد واضح من الشكل أن إزالة العقدة C يفصل للرسم الباني وكذلك إزالة العقدة D وكذلك إزالة العقدة H وبالتالي فإن العقد التي تؤدي إلى فصل الرسم الباني هي العقد C D وارج أنا بالنسبة لقطع الحواف قطع الجز A C تفصل الرسم الباني وبالتالي فهي حابة قطع A C وكذلك الحابة D H أيضا حابة قطع D H حيث بإزالة أي من هتين حبتين تصبح الرسم الباني منفصل أو غير متصل يسمى الرسم الباني المتصل بثلاث رؤوس أو قمم بالرسم الباني المتصل برأس واحد لأنه إزالة أي من القمم سيؤدي إلى فصل الرسم الباني وهذا واضح مثلا إذا كان لدينا ثلاث قمم بهذا الشكل إزالة أي قمة تؤدي إلى فصل الرسم الباني الرأس أو القمم في رسم باني متصل غير موجه أندالكتد هو نقطة مفصلية أرتوكوليشن بوينت أو رأس قطع إذا أدت إزالته والحواف من خلاله إلى فصل الرسم الباني مثلا في هذا الشكل العقدة أو الرأس بي هي نقطة مفصلية أرتوكوليشن بوينت حيث بإزالة هذه العقدة والحواف المتصلة معها يصبح الرسم الباني منفصل وكذلك في هذه الرسم الباني أي من العقدتين بي أو دي هي عقد مفصلية بإزالة أي من هتين العقدتين يصبح الرسم الباني غير متصل بالتالي مجموعة قطع الحافة للرسم الباني إذا أدى حذف عدد معين الحواف من الرسم الباني إلى قطع اتصاله فإن تلك الحواف المحذوفة تسمى مجموعة القطع للرسم الباني مثال في هذا الرسم الباني إحدى مجموعات قطع الحافة هي المجموعة E1 التي تضم الحواف E1 E3 E5 E6 عند إزالة هذه الحواف نحصل على هذا الرسم الباني وهو غير متصل وبالتالي فإن هذه المجموعة E1 التي تشمل الحواف E1 E3 E5 E6 تسمى مجموعة قطع يمكن أن نحتوي الرسم الباني على أكثر من مجموعة قطع مثلا لهذا الرسم الباني أيضا E2 التي تساوي الحواف E1 E4 E8 هي مجموعة قطع ويمكنك التحقق من ذلك بعادة رسم الرسم الباني بدون وجود هذه الحواف حيث ستحصل على رسم الباني منفصل وكذلك المجموعة E3 التي تضم الحواف E1 E2 E8 هي مجموعة قطع في هذا الرسم الباني E4 التي تساوي الحافة E9 هي أقل مجموعة قطع في هذا الرسم الباني التالي مجموعة قطع العقدة أو الرأس مجموعة قطع الرأس من رسم الباني المتصل G هي مجموعة S من الرؤوس بالخصائص التالية تؤدي إزالة جميع القمم في هذه المجموعة S إلى انفصال الرسم الباني لا تؤدي إزالة بعض وليس كل القمم في S إلى قطع اتصال الرسم الباني G فعلى سبيل المثال في هذا الرسم الباني إحدى مجموعة القطع هي المجموعة B D بإزالة هاتين عقدتين B و D يصبح الرسم الباني غير متصل كما هو مبين في هذا الشكل وكمثال آخر على مجموعة قطع أخرى العقد E و G بإزالتتين عقدتين يصبح الرسم الباني غير متصل سمى هذه المجموعة مجموعة قطع العقد تضم العقد التي يصبح الرسم الباني بعد إزالتها غير متصل إزالة واحدة من هذه العقد فقط لا يكفي لفصل الرسم الباني تسمى المجموعة S مجموعة قطع إذا فصل الرسم الباني بعد إزال جميع الوقت في المجموعة S التالي اتصال الحاب ايش كونكتبتي وعرف اتصال الحاب ايش كونكتبتي بالحد الأدنى من عدد الحواف التي تؤدي إزالتها إلى فصل الرسم الباني المتصل G ويرمز الاتصال الحاب ب لامدا وفي G بمعنى آخر يسمى عدد الحواف في أسر مجموعة قطع لـ G اتصال حاب ج إذا كان الرسم الباني ج حاب مقطوعة فإن لامدا أوف ج تساوي واحد فعلى سبيل المثال في هذا الرسم الباني بإزالة أي حاب يبقى الرسم الباني متصل مثلا لو أزلنا الحاب في أسر مجموعة قطع لوحدها يبقى الرسم الباني متصل وكذلك لو تم إزالة الحاب في مثلا B دي يبقى الرسم الباني متصل الحد الأدنى لعدد الحواف التي يجيب إزالتها لفصل الرسم الباني هو اثنين مثلا بإزالة تاتين حفتين A و C يصبح الرسم الباني منفصل وكذلك بإزالة الحاب في E B و E D يصبح الرسم الباني منفصل وبالتالي فإن لامدا و G اتصال الحاب لهذا الرسم الباني يساوي اثنين لأن أقل عدد من الحواف تفصل الرسم الباني يساوي اثنين ولنا لدينا أشكال مختلفة للرسم الباني الأصلي بعد إزالة حفتين مثلا في الشكل الأخير عند إزالة الحاب E B و E D يصبح الرسم الباني غير متصل إذن مرة أخرى لامدا و G اتصال الحاب هو أقل العدد من الحواف تؤدي إزالتها إلى فصل الرسم الباني اتصال الرأس Vertex Connectivity يطلق على الحد الأدنى لعدد القمم أو الروس التي تؤدي إزالتها إلى فصل الرسم الباني متصل G بالاتصال الرأسي اتصال الرأس Vertex Connectivity ويرمز له K في الواقع في أكثر والقمم M تؤدي إلى فصل الرسم البياني وكذلك الحال القمم E والقم揭 إذا قمنا بإزالة تتين القمتين يبقى الرسم البياني غير متصل وهذا يعني أن K أو Kappa FG يساوي 2 إذا مرة أخرى اتصال الحافة هو أقل عدد من الحواف بعد إزالتها يفصل الرسم البياني ويرمز لها Lambda FG Vertex Connectivity Kappa FG أو KFG هو أقل عدد من القمم أو الرؤوس بعد إزالتها يفصل الرسم البياني لأي رسم بياني جيمتصل تتحقق عدد من المساواة التالية KFG اتصال العقدة يجب أن يكون أقل من أو يساوي Lambda FG اتصال الحافة وهذا بدورة أقل من أو يساوي Delta FG هي Delta FG هي أصغر درجة قمة في الرسم البياني The smallest vertex degree in G فعلى سبيل المثال في هذا الرسم البياني Kappa FG يساوي كما تلاحظ هذه العقدة هي عقدة مبصلية واحد لزالت هذه العقدة يتمبس للرسم البياني أي أن اتصال العقدة vertex connectivity Kappa FG يساوي واحد بالنسبة لاتصال الحافة Lambda FG كما تلاحظ إزالة أي حافة لا تبصل الرسم البياني مثلاً بعد إزالة هذه الحافة يبقى الرسم البياني متصل ولو قمت بإزالة أي حافة أخرى سيبقى الرسم البياني متصل في هذا الرسم البياني يجب على الأقل إزالة حافتين لفصل الرسم البياني مثلاً هذه الحافة وهذه الحافة أو هاتين حافتين وبالتالي فإن Lambda FG تساوي 2 أقل عدد من الحواف يجب إزالتها لفصل الرسم البياني الآن بالنسبة لدرجات العقد لهذه العقدة الدقرية أو الدرجة تساوي 3 لهذه العقدة 3 لهذه العقدة 3 هنا 3 كذلك هنا 4 3 3 3 3 أقل قمت درجة عقدة تساوي 3 وعدم المساواة هذا يتحقق لأي رسم بياني متصل وقد نستفيد من هذه الحلاقة أننا بإيجاد أصغر درجة عقدة نعرف الحد الأخصى الممكن لكل من اتصال الحلقة أو اتصال الحافة مثال ابحث عن اتصال الرأس والحافة للرسم البياني التالي في البداية نقوم بإيجاد درجات العقد في الرسم البياني درجة A هي 1 2 3 B 1 2 3 4 5 C 1 2 3 4 5 D 1 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 خمسة. واحد واحد اتنين ثلاث اربعة. اقل درجة هي ثلاث. وبالتال بان دلتا اوف جي تساوي ثلاث. وهذا يعني ان لامدا اوف جي يجب ان تكون اقل من او تساوي ثلاث. وكيبا اوف جي يجب ان تكون اقل من او تساوي لامدا اوف جي. بالنسبة للمدا اوف جي حذف اي حفتين لا يؤدي الى فصل الرسم البياني وبامكانك تجريب ذلك. مثلا لو حذفنا اتين حفتين يبقى الرسم البياني متصل. اقل عدد من الحواف يفصل الرسم البياني يساوي ثلاث. مثلا فصل هذه الحواف او هذه الحواف ويمكن نجات غيرها. وبالتالي فان لامدا اوف جي اتصال الحافة يساوي ثلاث. بالنسبة لكيبا اوف جي. ايضا حذف اي عقدتين والحواف المنتصل معها لا يؤدي لفصل الرسم البياني. اقل عدد من العقد يفصل الرسم البياني يساوي ثلاث. مثلا هذه العقدة وهذه العقدة وهذه العقدة. لو قمنا بحذفها لحصلنا على رسم بياني منفصل. وبالتالي فعنا كيبا اوف جي او كي اوف جي تساوي ثلاث. تصنف الرسوم البيانية حسب الاتصال الى الانواع التالي. الرسوم البياني المتصلة بالكامل او الرسوم البياني الكاملة. full connected graphs complete graphs. الرسوم البياني المتصلة بكي. وقد تعرضنا لها كي connected graphs. الرسوم البياني المتصلة بقوة. الرسوم البياني المتصلة بضعف او بشكل ضعيف. اولا بالنسبة للرسم البياني المتصلة بالكامل او complete graph. لكل رأسين من الرسم البياني الكامل او المتصل بالكامل توجد حافة مميزة. اي ان كل رأس بالرسم البياني يتصل مع كل رأس اخر بالرسم البياني بحافة مميزة. الرمز للرسم البياني الكامل كي ان. هنا لدينا كي تو كي تري كي فور كي فايف. لاحظ اي رأس متصل مع جميع الرؤوس الاخرى في الرسم البياني. الى اخره. عدد الحواف الرسم البياني الكامل كي ان هو ان في ان ناقص واحد على اثنين. فمثلا اذا كان لدينا رسم بياني الكامل بان تساوي ثمانية. فان عدد الحواف number of edges. يساوي ثمانية في سبعة على اثنين. ويساوي ثمانة وعشرين حافة. تالي الرسم البياني المتصل بقوة. strong اللي كناك تدغراف. يعد الرسم الباني الموجه. داريك تدغراف. متصلا بقوة. اذا كان هناك مسار من A الى B ومن B الى A. كل ما كانت A وB رؤوسا في الرسم الباني. اي انه لأي عقدتين في الرسم الباني A وB يمكن وصول من A الى B ومن B الى A. ويعد الرسم الباني الموجه متصلا بضعف او بشكل ضعيف. اذا كان هناك مسار بين كل رأسين بالرسم الباني الاساسي غير موجه. اي ان الرسم الباني الموجه يكون متصلا بشكل ضعيف. اذا وفقط اذا كان هناك دائما مسار بين الرأسين عندما يتم تجاهل اتجاهات الحواف. امثلة. في هذا الرسم الباني من A يمكن وصول الى العقد B و C و D. ومن B يمكن الوصول الى C و D الى انه لا يمكن الوصول الى A. وكذلك من C يمكن الوصول الى D الا انه لا يمكن الوصول الى A و B. وبالتالي فان هذا الرسم البياني weekly connected او متصل بشكل ضعيف. في هذا الرسم البياني من العقد A لا يمكن الوصول الى اي عقد اخرى. وبالتالي فاننا بشكل مبكر ايضا نحكم ان هذا الرسم البياني متصل بشكل ضعيف. weekly connected. في هذا الرسم البياني من العقد A يمكن الوصول الى D و E و C. وكذلك يمكن الوصول الى B. A D C B او حتى A D E C B. ومن B يمكن الوصول الى A و D و E و C. ومن C يمكن الوصول الى B و A و D و E. ومن A يمكن الوصول الى C B A D وكذا. اي اننا من اي رأس يمكن ان نصل الى اي رأس اخر وبالعكس. وبالتالي فان هذا الرسم البياني متصل بشكل قوي. strongly connected. في هذا الرسم البياني من A يمكن الوصول الى B و D و C و E و F و H و G. وكذلك الحال من B و C و D. من A يمكن الوصول الى F و H و G فقط. ومن G لا يمكن الوصول الى اي من العقد الاخرى. بالرغم من انه يمكن تصنيف هذا الرسم البياني بانه متصل بشكل ضعيف. الا اننا نلاحظ انه يحتوي على مكونات متصلة بشكل قوي. هذين المكونين. وبالتالي فان هذا الرسم البياني يصنب على انه الرسم البياني يحتوي على مكونات متصلة بقوة. strongly connected components لانه غير متصل بقوة بالكامل. في الواقع بالنسبة للرسم البياني المتصلة بكي تعرضنا لها الرسم البياني المتصلة بكامل الحواف كي كنك تتجز هي تلك الرسم البيانية التي بعد ازالة كامل الحواف تصبح غير متصلة. وكذلك الحال بالنسبة للعقد. اشكركم على المشاهدة وارجو ان تكونوا قد استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.